اشتركوا في القناة وقلنا ان القياس عملية مقارنة كمية بكمية اخرى من نفس النوع او مقدار بمقدار اخر من نفس النوع لمعرفة ما يحتويه الكمية الاولى بالنسبة للتانية او المقدار الاول بالنسبة للمقدار التان وعلشان كده قلنا ان في انظمة مختلفة لانظمة القياس وقلنا كمان ان انا كان عندي نظام جاوس والنظام المتري والنظام الدولي المعاصر الاس اي او المتري المعاصر كمان كان من الحاجات اللي قلناها ومن الكلام اللي احنا درسناها مع بعض في الحلقة السابقة قلنا ان انا بيبقى عندي اسس لتشغيل اجهزة القياس والاسس الاساسية او التأثيرات الاساسية او عملية التشغيل لاي جهاز كهربي او اي جهاز قياس كهربي عملية التشغيل بتعتمد على العديد من التأثيرات ايه هي التأثيرات قلنا عليها قلنا مين كان منها تأثير مغناطيسي او تأثيرات مغناطيسية وتأثيرات حرية وتأثيرات كهربية وكهرومغناطيسية كان مجموعة من التأثيرات اللي كانت موجودة في اجهزة القياس واللي من خلالها من خلال هذه التأثيرات بتظهر عملية التشغيل او بتكتمل عملية التشغيل لجهاز القياس بعد الكلام ده موضوع حلقتنا النهاردة هنتكلم فيه انواع اجهزة القياس وهنا لما نقول أنواع أجهزة القياس بس لا دا إحنا بنقول أنواع أجهزة القياس من حيث التشغيل قال لي والله أنواع أجهزة القياس من حيث التشغيل يعني هل في أجهزة بتحتاج عملية داخلية وعملية معالجة داخلية لإخراج القراءة أو الكمية المقاسة على شاشتها أو على المؤشر بتاعها أيوة ودي اسمها أجهزة مطلقة طب في أجهزة تانية بتديني قراءة مباشرة على طول مجرد أوصل أطراف الجهاز للقياس تديني قراءة مباشرة على طول أيوة ودي اسمها الأجهزة المباشرة تعال مع بعض على شاشتنا نشوف أنواع أجهزة القياس من حيث التشغيل أنواع أجهزة القياس من حيث التشغيل عندي بتنقسم إلى نوعين أجهزة قياس مطلقة وأجهزة قياس مباشرة أجهزة قياس مطلقة وأجهزة قياس شباب مباشرة ايه هي اجهزة القياس المطلقة قال لي والله اجهزة القياس المطلقة دي هي اجهزة لا تعطي قيمة مباشرة للكمية الكهربية المقاسة اخد بالك انا قلت لك في المقدمة قلت لك ايه عندنا اجهزة بتحتاج ان هي تعمل عملية معالجة داخلية للقيمة المقاسة علشان تبدأ تدهالي على المؤشر او على شاشة الجهاز يبقى هي اجهزة لا تعطي قيمة مباشرة للكمية الكهربية المقاسة وانما تعطي قيمة محددة تدل على الكمية المقاسة من اكثر هذه الاجهزة شيوعا هو جهاز من الجيل فانوميتر ده جهاز مهم جدا هو من الاجهزة القياس المطلقة اللي ما بتديش قراءة مباشرة ولكن هتلاقينا بعد كده بنقول ايه ان احنا بنستخدمه في عمليات المعايرة للاجهزة الاخرى اللي هي اجهزة القياس المباشرة وعملية المعايرة دي يا شباب معناها اعادة ضبط جهاز القياس طب تعالى نشوف كده في اجهزة القياس المباشرة هتلاقيه بيقول لي ان في اجهزة القياس المباشرة ده كده شكل جهاز الجيل فانوميتر ده شكل جهاز ايه شباب الجيل فانوميتر طيب ووحدة قياسه بتبقى بالقوم ووحدة قياسه ايه بالقوم طيب بعد كده أجهزة القياس المباشرة أجهزة القياس المباشرة هي أجهزة تعطي قيمة مباشرة للوحدات الكهربية المقاسة وهي الأكثر شيوعا وتعاير باستخدام الأجهزة المطلقة وأنا بكلم عن جهاز الجيلفانوميتر قلتلك ده بيعتبر من أهم أجهزة القياس لأن احنا بنستخدمه في عمليات المعايرة وعملية المعايرة دي معناها إعادة الضبط لأجهزة القياس المباشرة باستخدم جهاز الجيلفانوميتر في تحديد المعايير دي وتحديد مقاييس الضبط لأجهزة القياس المباشرة طيب أجهزة القياس المباشرة زي مين اللي والله أنواع أجهزة القياس المباشرة عندي منها أربع أنواع مهمين قوي وإحنا بنشوفهم في حياتنا العملية أجهزة قياس بيانية أو تناظرية وهنقول دي ايه ودي ايه عندي كمان أجهزة قياس تسجيلية وكمان فيه أجهزة قياس تكاملية وأجهزة قياس رقمية مين الأجهزة دي يا مستر؟ إحنا بنشوفها فين؟ هقول لك أجهزة القياس التناظرية هي الأجهزة ذات المؤشر هي الأجهزة ذات المؤشر الذي يتحرك أمام التدريج لبيان مقدار الكمية المقاسة والتي سببت الحركة كلام ده بنشوفه فين؟ بنشوفه في الأجهزة اللي حضرتك هتشوفها دي زي الأميتر والفولتاميتر اللي موجودين عندك فيه معمل إلاف فولت بتلاقي على معمل الهندسة الكهربية أو معمل إلاف فولت عندك مجموعة من أجهزة القياس ووحدات القياس اللي بتشتغل على طيار متردد أو طيار مستمر أو بتشتغل على الطيارين معا فهنا هتلاقي عندك مجموعة من الأجهزة ذات المؤشر وهنا المؤشر ده بيتحرك على التدريج نتيجة الكمية المقاسة أو نتيجة قراءة الكمية المقاسة وده بعد كده هنتكلم على مجموعة من العزوم اللي بتسبب الحركة للمؤشر طيب بعد كده عندي مميزات الأجهزة التناظرية أو البيانية بساطة تركبها وكمان عندي رخص سمنها وكمان اقتصادية في الاستعمال في جميع الأغراض يبقى ده مميزات الأجهزة ذات المؤشر أو الأجهزة التناظرية طيب أجهزة قياس تسجيلية حضرتك بيبقى في أجهزة بتسجل القراءة طيب دي زي إيه؟ هي مثلها مثل الأجهزة البيانية ولكن يستبدل المؤشر بغيشة للتسجيل على ورقة تتحرك بسرعة طيب نوضح دي مع بعض كده بحاجة إحنا ممكن بنشوفها في العادي ومش واخدين بالنا أن دي أجهزة قياس هو جهاز رسم القلب ده هو مش بيقيس نبضات القلب وعدد نبضات القلب وبيقيس شدتها وسرعتها وكلام والحاجات الطبية اللي هما في عملية الطب قدرة مننا فيها ولكن بيطلع رسم بياني على شريط من الورق بيطلع من جهاز الجهاز ده فيه ريشة الريشة دي بتتحرك بانتظام لأعلى والأسفل بحيث أن هي بترسم شدة النبضات أو عدد النبضات وكمان بيبقى تحتيها شريط من الورق بيتحرك بسرعة سبتة تحتيها نفس الكلام جهاز مقياس ريختر اللي هو بيقيس قوة الزلازل وشدة الزلازل ده بيقسلي قوة الزلزال وشدته من خلال قياس أو جهاز مقياس بياني برضو مؤشر بدل المؤشر بيبقى فيه ريشة بتتحرك على شريط ورقي الشريط الورقي بيتحرك بسرعة سبتة المؤشر أو الريشة بقى اللي استبدلنا المؤشر بريشة هنا بتتحرك بسرعة أفقية أو بحركة رقصية قاس بتحرك بحركة رقصية بحيث أن هي تسجل قيمة أو درجة وشدة الزلزال نفس الكلام موجود في محطات القوى الكهربية محطات التوليد ومحطات التوزيع وشبكات التوزيع بيبقى موجود نفس الجهاز جهاز بيسجل قيمة القدرة الغير فعالة والقدرة الفعالة في محطات الطاقة الكهربية محطات التوليد ومحطات التوزيع بيبقى الجهاز ده بيحدد لقيمة القدرة القدرة الخارجة من المحطة أو اللي خارجة من شبكة التوزيع تمام كده يبقى هنا ده اسمه جهاز ايه؟ جهاز تسجيلي جهاز تسجيلي بيسجل قيمة القراءة أو قيمة مقاسة بيسجلها في شكل رسم على شريط ورقي بيتحرك بسرعة سبتة أسفل مؤشر تعال نشوف تاني الأجهزة التسجيلية هنكمل ونشوف شكل الجهاز هنا بيقول لي مثلها مثل الأجهزة البيانية ولكن يستبدل المؤشر بريشة للتسجيل على ورقة تتحرك بسرعة سبتة زي ايه؟ مثل أجهزة قياس الطاقة الفعالة والغير فعالة في محطات توليد الطاقة الكهربية ومحطات توزيع الطاقة الكهربية وإحنا هنا لما ضربنا مثال على جهاز مقياس الزلازل ريغتر أو رسم القلب كنا بنقول إن دي حاجة إحنا بنشوفها في الحياة عمتا كده بنشوفها وجهاز نفسه بيبقى مستخدم في محطات الطاقة الكهربية لو بصنا على الشكل اللي جاي معنا ده ده شكل الجهاز اللي بيسجل قيمة القدرة الفعالة والغير فعالة في محطات الطاقة الكهربية هنا هتلاقي إنه شريط أو بكرة من الورق البكرة دي بتسحب شريط بيتحرك بسرعة سابتة والمؤشر استبدلناه بالريشة اللي موجودة دي بتبدأ تتحرك حركة رأسية على الورق ده وترسم القيمة المقاسة بتطلعها لي في شكل رسم على الشريط الورقي تمام كده طيب تعالى بعد كده نتكلم عن الأجهزة الرقمية أو أجهزة القياس الرقمية النوع أجهزة القياس الرقمية هي أجهزة إلكترونية حديثة تعمل على تحويل القيمة المقاسة إلى نبضات كهربية يمكن مقارنتها بنبضات قياسية مولدة داخل الجهاز ثم تدخل إلى عداد إلكتروني لتظهر القراءة على الشاشة كلام ده زي إيه زي جهاز الأفوميتر أو المالتميتر أو جهاز الفولتاميتر الرقمي طيب هو الجهاز ده بيشتغل إزاي قال لي والله أنت بمجرد ما بتوصل توصيل صحيح للجاكات في الجهاز لأنه خد بالك جهاز أجهزة القياس الرقمية أو أي جهاز قياس هو ليه أطراف توصيل وأطراف التوصيل دي لما تيجي توصلها بلازم بتبقى واخد بالك من القطبية ولازم تبقى واخد بالك من عملية القياس وتحدد الكمية المقاسة مظبوط ولما تحدد الكمية المقاسة أنت هتقيس طيار ولا جهد ولا قوم ولا هتقيس تردد ولا سعة مكسف الكمية اللي أنت هتقيسها وبعد كده لما حددنا الكمية المقاسة أو الكمية المراد قياسها لازم أروح أزبط نوع الطيار اللي هاشتغل عليه هل أنت هتقيس طيار شد الطيار هتقيسه طيار متردد ولا هتقيسه طيار مستمر هتقيس فرق جهد هتقيسه جهد متردد ولا جهد مستمر ولا هتقيس بالملي أمبير ولا بالأمبير فهنا لابد أن تعمل عملية الضبط لجهاز القياس الأول وبعدين تبدأ تفكر في عملية القياس يبقى أنا زبطت المدى وزبطت الكمية وبعدين وصلت الجاكات بتاعتي في المكان الصحيح أو كتوصيل صحيح وبعد كده أقول هو هيشتغل من جوه إزاي أو آلية عمله إزاي هنا في أجهزة القياس الرقمية هي آلية عملها إيه أنت بمجرد ما وصلت توصيلك الصحيح واخترت المدى والرنج أو المدى والكمية المطلوب قياسها هتبدأ توصل الجاكات بتاعتك بمجرد ما وصلت الجاكات بتاعتك القيمة المراد قياسها دخلت على عداد أو مولد نبضات الأول اتحولت القيمة المقاسة إلى نبضات النبضات دخلت على وحدة عداد بدأت تعد النبضات الكلام ده هنتكلمه قدام وهنشرح الجهاز ده بالتفصيل بدأت تعد النبضات ولما بدأت تعد النبضات صدرتها للشاشة في صورة أرقام تمام كده كل الكلام ده حصل في لحظة ما أنت حطيت المجسات الخاصة بجهاز القياس وبدأت تعمل عملية القياس بتاعتك أو بدأت تقوم بعملية القياس الخاصة بيك يعني ده كله في لحظة ما حطينا أطراف التوصيل للجهاز اتولدت نبضات بعدد الكمية المقاسة دخلت على وحدة عداد العداد بدأ يعد الكمية أو النبضات اللي خرجت من المولد النبضات بعد كده طلعت على شاشة العرض أو الشاشة الخاصة بالجهاز ده فكرة بسيطة عن قلية عمل الأجهزة الرقمية اللي من أشهرها جهاز الافو ميتر وجهاز المالتيميتر والاتنين دول بيقيسوا أكبر من كمية مقاسة أو أكبر من كمية مقاسة وعندنا طبعا الفولتاميتر الرقمي وعندي حاجة تانية الكلامب ميتر أو بينسة الأمبير فيها برضو بتبقى الشاشة بتاعتها رقمية وبتديني القيمة مقاسة بتدهاني في صورة أرقام يعني من ضمن الأجهزة الرقمية هي الكلامب ميتر أو بينسة الأمبير طيب بعد كده نتكلم عن أجهزة القياس التكاملية وأجهزة القياس التكاملية دي عندنا إحنا في بيوتنا في كل بيت كده عندنا جهاز قياس تكاملي إزاي عندنا في البيوت كمان أيوة لأن جهاز القياس التكاملي ده هو عداد قياس الطاقة الكهربية المستهلكة اللي هو جهاز قياس الطاقة الكهربية المستهلكة العداد المنزلي اللي موجود عندي في البيت مثلها مثل الأجهزة البيانية من حيث نظرية التشغيل ولكن يستبدأ للمؤشر بمجموعة من التروس المتناسبة في الحركة مع الزمن لقياس الكمية الكهربية وهذه الأجهزة هو العداد الكهربية المنزلي اللي احنا عارفينه كلنا طيب فكرة عمل الجهاز ده ايه برضو علشان نبقى احنا فاهمين اليه يتعمله العداد او الجهاز التكاملي اللي هو جهاز قياس الطاقة الكهربية المستهلكة او العداد المنزلي الكهربية عندنا اليه يتعمله ايه انت حضرتك لما بتبص للعداد انت شايف شريط بيجري قدامك او يعني شريط بيتحرك قدامك الشريط ده او الخط اللي بيجري ده ده عبارة عن ايه عبارة عن قرص معدني قرص معدني من الالامونيوم عبارة عن ايه قرص معدني من الالامونيوم ده ايه الشكل طيب القرص المعدني من الالامونيوم مسبت في منتصفه محور دوران او عمود دوران طيب عمود الدوران ده في الاسفل ومن اعلى فيه ملف مرناطيسي من الاسفل وملف مرناطيسي من فوق من الاعلى الاتنين بيطلعوا مجال مرناطيسي الملفين بيطلعوا مجال مرناطيسي المجالين بيحاولوا يأثروا على القرص المرناطيسي اللي هو الشريط اللي انت بتشوفه الأسف القرص الألمونيوم القرص الدائري الألمونيوم اللي انت بتشوفه شريط بيلف قدامك هو مش شريط انت شايفه من منظور أفقي كده أو من مسقط جانبي فانت بص عليه من مسقط جانبي فانت شايفه شريط لكن هو قرص معدني بيتحرك وبيلف نتيجة التأثير المغناطيسي أو التأثيرات المغناطيسية النتيجة من الملفين المغناطيسيين اللي هم واحد في الأعلى وواحد في الأسفل اللي اتنين المجالين بيحاولوا يمغنطوا القرص الألمونيوم ده ولكن الألمونيوم غير قابل للتمغنط فبيحصل ايه انه بيجري منهم بيلف منهم بيتحرك فحركته دي بتبقى حركة دائرية قرص معدني دائري ومسبت على محور دوران وبالتالي مجموعة طروس مسبتة فين على محور الدوران كل ما القرص ده بيدور عدد لفات معين بالتساوي مع زمن معين وبالتالي التروس دي بتتحرك نيجي بقى الموضوع التروس لو بصرنا على العداد هتلاقي انه فيه أرقام ظهرة قدامك في العداد والأرقام دي بتتحرك بتتحرك ازاي هي مجموعة طروس يعني لو خدنا بالنا هتلاقيهم خمس طروس أو خمس أرقام موجودين الخمس أرقام معناهم خمس طروس كل ترس عليه مجموعة أسنان طبعا كل سنة من الترس عليها رقم يعني نبدأ بصفر واحد اتنين تلاتة اربعة فيبدأ يتحرك تلاقي سنة اتحركت أو لف لفة صغيرة فبدأ يجيب الرقم اللي بعده وبعدين لف مع الزمن تاني الحركة مع الزمن بدأ يديني حركة تانية للترس في الرقم التاني جيه وبعدين حركة تانية في الرقم اللي بعده بدأ يظهر هي دي آلية وديناميكية الحركة أو التشغيل داخل أجهزة القياس التكاملية يبقى نفهم من الكلام ده اللي احنا قلناه كله ان انا عندي انواع اجهزة القياس من حيث التشغيل عندي اجهزة قياس مطلقة واجهزة قياس مباشرة اجهزة القياس المطلقة هي اجهزة لا تعطي قيمة مباشرة للقيمة المقاسة زي مين مثل جهاز الجيلفانوميتر يعني ان جالي صح وغلط في سؤال يقولي يعتبر جهاز الجيلفانوميتر من الاجهزة من اجهزة القياس المطلقة نقوله صح أو ممكن يقول لي من الأجهزة التي لا تعطي قيمة مباشرة للقيمة المقاسة هقول له صح عكس كده يبقى غلط تمام كده طيب الأجهزة المباشرة أجهزة قياس مباشرة يعني أجهزة بتديني قيمة مباشرة للقيمة المقاسة زي إيه؟ زي الأجهزة اللي هي ذات المؤشر طيب وأجهزة المؤشر دي أنا عندي تاني من الأجهزة أو أنواع الأجهزة المباشرة عندي فيها بيبقى جهاز الأجهزة التناظرية اللي هي الأجهزة ذات المؤشر والأجهزة التسجيلية اللي هي بيستبدل المؤشر بريشة تتحرك حركة رأسية على شريط يتحرك حركة أفقية بسرعة سبتة وعندي أجهزة تكاملية اللي هي العداد المنزلي وعندي أجهزة رقمية اللي هي ضربنا مثال عليها الأفوميتر والفولتاميتر الرقمي والمالتيميتر طيب تعال هنا بيقول لي ملحوظة خد بالك بقول لي تذكر أن الفرق بين الأجهزة التسجيلية والأجهزة التكاملية هو أنه في الأجهزة التسجيلية يتم تسجيل الكمية المقاسة مع الزمن أما الأجهزة التكاملية يتم قراءة الكمية المقاسة بالنسبة بالنسبة للزمن طيب يبقى الكلام ده معناه في الأجهزة التكاملية لما هنيجي نقرأ الكمية المقاسة هتلاقيه بيقول لي أنه العداد رأيته مثلا ألف واط في الساعة أو ألف كيلو واط في الساعة يبقى هنا بقت بالنسبة للزمن تمام كده ده الفرق بين الأجهزة التسجيلية والأجهزة التكاملية طيب تعالى بقى نتكلم على عزوم الانحراف والتحكم والفرمالة والعلاقة بينهم إيه هي العزوم دي يعني إيه عزوم يا فانت قال لي والله العزوم دي هي المسؤولة عن حركة المؤشر في أجهزة القياس التناظرية طيب الكلام ده هيبقى في الأجهزة الرقمية لا العزوم مش هتبقى موجودة في الأجهزة الرقمية طيب تبقى موجودة فين قال لي في الأجهزة ذات المؤشر الأجهزة البيانية التناظرية طيب برضو يعني إيه العزوم دي قال لي إنت حضرتك لما تيجي توصل جهاز القياس بمجرد توصيلك لأطراف القياس للجهاز إيه اللي بيحصل بيحصل على طول مجموعة من العزوم بتبدأ تنشأ في عزم منهم مسؤول عن تحريك المؤشر من صفر على التدريج من صفر التدريج إلى القيمة المقاصة بس هتلاقي المؤشر في اللحظة دي يبدأ الحركة بتاعته ويروح عند القيمة المقاصة ويبقى فيه اهتزازة كده يجي العزم تاني يثبته عند القيمة المقاصة مباشرة طيب في عزم تالت يرجع بعد ما نفصل عملية القياس ونفصل اطراف القياس في عزم تالت هو المسؤول عن ارجاع المؤشر إلى صفر التدريج مرة اخرى يعني بينزل المؤشر تاني من القيمة المقاصة إلى فين إلى صفر التدريج مرة اخرى تمام كده تعالى نتكلم عن كل عزم منهم وكل نوع من العزوم دي بالتفصيل وكيفية الحصول عليه كمان اول عزم عندي بيقول لي عزم الانحراف اول عزم موجود عندي هنتكلم عنه هو عزم الانحراف طيب عزم الانحراف ده ايه قال لي هو العزم الناشئ من تأثير الكمية الكهربية المقاصة يعني ايه يعني هو العزم المسؤول عن حركة المؤشر من صفر التدريج إلى الكمية المقاصة يعني من صفر إلى مثلا تلاتين فولت أو بيت فولت أو متين وعشرين فولت صح كده يبقى هنا عزم الانحراف هو ناتج منين من تأثير الكمية المقاصة طيب نشوف تاني بيقول لي هو العزم الناشئ من تأثير الكمية الكهربية المقاصة والذي يسبب حركة مجموعة الحركة والمؤشر على التدريج نتيجة الاستفادة بأحد التأثيرات المختلفة للطيار الكهربي عاوز واحد من حضراتكم يكون فاهم التأثيرات وقصص التشغيل لعمليات التشغيل لأجهزة القياس يقول لي الكلمة دي معناها نتيجة الاستفادة بأحد التأثيرات المختلفة للطيار الكهربي هو الطيار الكهربي ده لما بيمر في موصل يا شباب ايه اللي بيحصل مش بينتج مجال مغناطيسي حول الموصل جميل طب واحد تاني يقول لي موايا فاندم برضو لما بيمر طيار في موصل بيحصل تغير في معد او بيحصل معدل تغير في دارات الحرارة الموصل يعني في دارة حرارة بتتغير مش شرط ان هي تعلى قوي بس برضو في تغير في دارة الحرارة يبقى هنا في تأثير مغناطيسي وتأثير ايه حرارة ولكن التأثير المغناطيسي هنا هو الغالب على عملية التشغيل وعلى عزم الانحراف تمام كده يعني ممكن واحد يقول لي ان تأثير المغناطيسية اللي حصلت هنا قوة تنافر سببت ان المؤشر اتحرك وتلعب بسرعة من على الصفر الى القيمة الى القيمة المقاسة او الكمية المقاسة جميل تمام كده طيب تعال نشوف تاني عزم الانحراف ده بعده عزم التحكم عزم التحكم عندي هو العزم المضاد الذي يتولد خد بالك عزم التحكم مش انا قلت لحضرتك ان المؤشر لما يبدأ يتحرك بسبب عزم الانحراف يبدأ يتحرك من الصفر الى القيمة المقاسة بس هتلاقي فيه اهتزازة هتلاقي فيه هزة كده مش راضي يثبت على قيمة واحدة تمام يجي بقى دور مين عزم التحكم عزم التحكم هنا هو العزم المضاد الذي يتولد نتيجة لعزم الانحراف وهو يتناسب مع زوية الانحراف وينشأ غالبا عن طريق الاسقال او اليايات الحلزونية المثبتة بمحور الضوران مع المؤشر تمام وعزم التحكم هو المسؤول عن رجوع المؤشر الى صفر التدريج بعد فصل الجهاز طيب يبقى انا عندي هنا عزم التحكم هو المسؤول عن ارجاع المؤشر الى صفر التدريج طيب طرق الحصول على عزم التحكم حضرتك لما وصلت الطيار المؤشر بدأ يتحرك من صفر التدريج الى القيمة المقاسة مباشرة ده بمجرد ما وصلنا الطيار نتيجة عزم الانحراف اللي حصل نتيجة المغناطيسية اللي حصلت وقلية العمل الداخلية للجهاز جميل جميل طيب لما اول ما حضرتك فصلت الجهاز عن عملية القياس شلت المجسات عن عملية القياس ايه اللي حصل قال لي بمجرد ما فصلنا الطيار جه عزم التحكم حصل ايه هو اللي جاب لي المؤشر رجعه تاني للصفر ليه قال لي رجعه تاني للصفر طب ازاي قال لي بسبب ان في اسقال او يايات مسبتة او معلقة في المؤشر تمام كده طيب تعال نشوف طرق الحصول على عزم التحكم ايه هي الطرق دي قال لي والله طرق الحصول على عزم التحكم رقم واحد عن طريق اليايات اللولبية رقم اتنين عن طريق اسقال اتزان واليايات اللولبية دي اللي هي سستة سستة بسيطة كده بتبقى او يايات اللي هي السستة يعني من الجانبين بتبقى مسبتة مع المؤشر وشبكة في المؤشر من تحت بمجرد ما عزم الانحراف انتهى رجعت المؤشر تاني شدته الى الصفر تمام كده طيب الطريقة الاولى اللي هي عن طريق اليايات اللولبية هنا يتم تثبيت زوج من اليايات يعين يعني على محور او سستتين على محور الدوران بحيث يعمل كل منهما عكس الاخ بحيث يكون احد اليايات لدخول الطيار لملف المتحرك والاخر لخروج الطيار منه فعند انحراف الجزء المتحرك نتيجة لعزم الانحراف ينشأ عزم تحكم من التواء الياي في الاتجاه المضاد ويثبت المؤشر على تدريج على التدريج عندما يتساوى الطرفين تمام كده طيب بيقول لي ملحوظة يجب ان يرعى في السبائك التي تصنع منها او التي يصنع منها ياي التحكم ان تكون غير مغناطيسية يعني ما تكونش قابلة للتمرمط وزات مقاومة نوعية صغيرة وزات معامل حراري صغير وخاصة في ياي التوصيل اللي هو اللي هيوصل الطيار طب نوضحها كده مع بعض بيقول لي ايه بيقول لي ان في المؤشر هيبقى مسبت فيه يايين يعني ايه يايين او سستتين خلينا نقول سستتين يعني ايه برضو هيبقوا مسبتين ازاي قال لي هتبقى واحدة من الاتجاه للملف المتحرك اللي هيسبب عزم الانحراف وليكن هي اللي في الاتجاه ده وفعلا هي اللي في الاتجاه ده اللي هتبقى مسؤولة عن دخول الطيار للملف المتحرك وبمجرد دخول الطيار لملف المتحرك حصل ايه اتولد عزم الانحراف اللي سبب خد بالك اللي سبب ايه يا فندم حركة المؤشر للكمية المقاسة خد بالك مش كان عندي هنا سستة تانية اللي هي مسؤولة عن خروج الطيار ايوة بقت اتولد عليها عزم تحكم نتيجة ايه ان هي بص كده اتشدت صح كده بمجرد ما تفصل عملية القياس العزم الالتواء عزم الالتواء اللي بنسميه بقى عزم التحكم اللي نتج اللي بيرجع المؤشر للصفر عزم الالتواء اللي نتج على الياي اللي هنا كده الناحية دي سبب ايه بمجرد ما فصلت الطيار عزم الالتواء اللي السوستة طبعا اتفردت حصل ان هي رجعت المؤشر تاني للصفر وهنا يبقى اتولد عزم تحكم سبب انه رجع لي المؤشر لمين لصفر التدريج تاني يبقى هنا عزم التحكم هو عزم مضاد لعزم الانحراف عزم التحكم هو عزم ايه مضاد لعزم الانحراف ومن احدى الطرق هي الطرق اليايات اللولبية وقلنا ان هما سوستتين او يايين احدهما مسؤولة عن دخول الطيار للملف المتحرك والاخرى مسؤولة عن خروج الطيار وبيتولد عليها عزم التواء هو اللي بيسبب رجوع المؤشر الى صفر التدريج طب اسقال الاتزان دي ايه قال لي بقى بص الصورة دي كده الشكل ده بيوضح لي اليايات اللي موجودة والاسقال اللي ممكن تبقى موجودة كمان تمام كده يبقى انا عندي هنا ارس يعني شايف ارس الزنبور كده هو ده من اليايات اللي موجودة واحد اشكال اليايات اللي موجودة طيب شايف القوة الموجودة دي المتوافقة دي او اللي هي دي كده بيبقى اسقال دي بتسبب حركة المؤشر او بتوزن حركة المؤشر مش بتسبب حركة لا هي بتوزن حركة المؤشر طيب عن طريق اسقال اتزان الحالة التانية او الطريقة التانية للحصول على عزم التحكم هي عن طريق اسقال الاتزان طيب يتم تثبيت اسقال صغيرة قابلة للضبط في الجزء المتحرك وينتج عنها عزم التحكم بفعل الجاذبية ويمكن ضبط عزم التحكم بواسطة ضبط الاوزان بتحركها للداخل او الخارج تمام كده طيب هنا وعند ده مرور طيار كهربائي او طيار كهرابي ينشأ عزم انحراف يتناسب مع عزم التحكم وبالتفاقل ويستخدم هذا النوع في التحكم في الاجهزة ذات الوضع الرأسي يعني الكلام ده مش في الاجهزة كلها ده في الاجهزة ذات المؤشر اللي هي بتثبت في وضع رأسي وخص بالك في الحلقة السابقة لما تكلمنا عن طرق تثبيت او وضعيات الرموز اللي احنا تكلمنا فيها وقراءة وجهة اجهزة القياس قلنا ان عندي اشكال وعندي رموز مجموعة من الرموز بتبقى على يسار شاشة الجهاز من الاسفل الرموز دي هي اللي من خلالها بعرف هو الجهاز ده هيشتغل طيار متردد ولا طيار مستمر حيقيس جهد ولا طيار حيقيس فرق جهد ولا شد الطيار حيقيس قدرة اه هيثبت في وضع مائل هيثبت في وضع افقي في وضع رأسي او عمودي كل الحاجات دي بنعرفها من مجموعة الرموز اللي موجودة يسار اسفل الشاشة تمام طيب يبقى هنا الكلام اسقال اه او طريقة اه الحصول على عزم التحكم بواسطة اسقال الاتزان دي هتبقى في او مستخدمة بكسرة في الاجهزة التي تسبت بوضع ايه بوضع رأسي تمام كده طيب تعال نشوف الشكل اللي معانا والشكل ده بيوضح لي القوة الموزنة او اسقال الاتزان اللي من خلالها بقدر اتحكم في المؤشر او اولد عزم تحكم على المؤشر اللي من خلاله اقدر ارجع المؤشر تاني الى صفر التدريج بعد انتهاء عملية القياس تمام كده طيب تفتكر ان انا قلتلك من شوية انه اول ما بيتولد عزم الانحراف بيطلع المؤشر من صفر التدريج الى الكمية المقاسة قلتلك بيبقى فيه اهتزازة بسيطة تمام طيب وعزم التحكم هو المسؤول عن ارجاع المؤشر لصفر التدريج امال مين اللي بيسبت المؤشر بدل ما هو بيهتز فوق على القيمة المقاسة لا ده هيسبت المؤشر بقى على القيمة المقاسة فوق تمام كده مين هو عزم الفرمالة او التخميد او التسكين هو يعني ممكن تقول عزم الفرمالة وممكن تقول عزم التخميد وممكن تقول عزم التسكين تعال نشوف مع بعض عزم الفرمالة بيقول ايه عزم الفرمالة عندي هنا هو العزم المضاد لزبزبة المؤشر لجعله يميل إلى السكون بأقصى سرعة ممكنة حتى يمكن قراءة الجهاز بسهولة على التدريج ويمكن الحصول عليه عن طريق الطيارات الدوامية أو بواسطة الفرمالة الهوائية يبقى أنا كده قدرت أحصل على الثلاث عزوم اللي موجودين عندي داخل الجهاز وهم لو قلناهم بالترتيب هتلاقينا بنقول إيه عزم انحراف عزم فرمالة عزم تحكم طب ليه إحنا جبنا الفرمالة مكان التحكم إحنا هنا شرحنا التحكم تاني عزم والفرمالة التالت ولكن أنا من نظرية العمل ومن قلية العمل ومن خلال فهمي للشرح ده وفهمنا كلنا كده مع بعض للشرح ده هللاقي أنه عزم الانحراف بينشأ في الأول بيحرق للمؤشر من صفر التدريج إلى القيمة المقاسة ولكن بيفضل يهتز فوق شوية المؤشر بسرعة بيتولد عزم اسمه عزم الفرمالة تمام عزم الفرمالة ده بيعمل ايه؟ بيسبت المؤشر على الكمية المرات قياسها علشان أعرف أخد قراءتي تمام عزم التحكم هو اللي بيجي مؤخرا نتيجة فصل الطيار عن الجهاز وعن الملف المتحرك للجهاز تمام يعني إنهاء المغناطيسية الداخلية للجهاز وبالتالي بعزم التحكم اللي هو كان ناتج بسبب عزم الالتواء اللي نشأ في أحد اليايات المتصلة بالمؤشر وبالملف المتحرك صح كده؟ تولد عليها عزم التواء وبالتالي سببت رجوع المؤشر إلى ايه؟ إلى صفر التدريج طيب هنا بيقول لي إن أنا أقدر أحصل على عزم الفرمالة عن طريق الطيارات الدوامية أو بواسطة الفرمالة الهوائية جميل طرق الحصول على عزم الفرمالة عندي كم طريقة قلنا اللي طريقتين بواسطة الطيارات الدوامية أو الإعصارية وعندي كمان بواسطة الفرمالة الهوائية بواسطة الفرمالة الهوائية طيب ما تيجي نتكلم عن كل واحدة برضو زي ما تكلمنا عن أسقال الاتزان واليايات اللولابية لو قلنا طريقة الحصول على عزم الفرمالة بواسطة الطيارات الدوامية أو الإعصارية هنا هيقول لي إيه؟ ينشأ عزم الفرمالة نتيجة لحركة أرس من الألمونيوم بين فكي مغناطيس سابت يتولد بالقرس طيارات دوامية ينشأ عنها مجال مغناطيسي يتفاعل مع مجال الأقطاب السابتة فينشأ عزم مضاد لحركة الأرس وبذلك يحدث عزم تخنيد اللي هو بنقول عليه إيه؟ التسكين أو عزم الفرمالة تمام كده؟ طيب الصورة اللي قدامنا دي بتوضح لي نفس الكلام اللي احنا لسه أيلينه الدائرة اللي قدامي دي هي دائرة عبارة عن قرس معدني تمام؟ قرس معدني والقرس ده بين مغناطيسين أو مغناطيسيين وبعدين أو فكين أو قطبين مغناطيسيين شمالي وجنوبي وبعدين بيحاولوا يؤثروا عليه فبينشأ يدي اتجاه الحركة أهو بينشأ عزم التواء أو عزم مضاد بيسبب عزم الفرمالة وعزم مضاد المين؟ لعزم الانحراف بيسبب عزم فرمالة ويسبت لي المؤشر على القيمة المراد قياسها أو قرائتها تمام كده؟ طيب بواسطة الفرمالة الهوائية يعني الحصول على عزم الفرمالة بواسطة الفرمالة الهوائية وهنا بيقول لي يتم توصيل الطرف الأسفل من المؤشر بزراع مروحة مجبس وعند ده حركة المؤشر يتحرك زراع المروحة داخل غرفة هوائية استوانة يعني ضاغطا الهواء حيث ينشأ عزم مضاد لزبزبة المؤشر على التدريج مما يجعله يسكن بسرعة وفي أقل وقت ممكن كل الطرق دي أو الطريقتين دول الهدف منهم أن أنا أقدر أحصل على فرمالة أو تثبيت للمؤشر على الكمية المراد قياسها تمام كده؟ طيب أنا عندي هنا نيجي بعد كده نتكلم في مجموعة من الأسئلة اللي من خلالها نكون قدرنا نلم الباب الأول اللي ممكن نكون شايفين أن هي أسئلة بتتكرر كتير في الامتحانات وتبقى قدرنا من خلال الأسئلة دي أو مجموعة الأسئلة دي نكون لمينا مراجعة سريعة على اللي قلناها حلقتنا النهاردة والحلقة السابقة عايز حضرتك الكراسة بتاعتك أو الكشكول بتاعك وألمك واكتب معنا الأسئلة دي وتحلها ومستنين ردودك طبعا على تعليقاتك وصفحتنا وقناة اليوتيوب لقناة مصر التعليم الفني أول سؤال عندي بيقول لي إيه؟ ما هي الأنظمة الدولية للوحدات القياسية؟ تفتكر مع بعض في الحلقة السابقة قلنا أن الأنظمة الدولية عندي كان عندي نظام جاوس والنظام المتري والنظام الدولي المعاصر أو المتري المعاصر اللي هو SI تمام؟ طيب ده كان السؤال اللي على أنظمة القياس أو الأنظمة الدولية للوحدات القياسية كمان عندي سؤال بيقول لي أنه ما هي وحدة قياس كل من الآتي؟ المول والاستربيديان والكتلة والزمن والطول وشدة الطيار شدة الطيار وحدة قياسها وهنا بيسألك ما هي وحدة قياس كل من؟ يعني هنا الاستربيديان الزاوية المجسمة والمول وحدة قياس كيميائية والكتلة للوزن أو السقل لأي جسم الزمن لوحدة قياسه الثانية والكتلة كيلو جرام والطول المتر أو السنتيمتر وشدة الطيار هي الأنبير دي كده وحدات قياس طيب عرف كل من الكولوم والفراد والجول واللوكس واللومن والهينري والفراد كل الحاجات دي احنا قلناها في حلقة سابقة الحلقة الأولى اللي بدأنا فيها مادة القياسات الكهربائية بعد كده بقول لي أمامك واجهة جهاز قياس والمطلوب كتابة بيانات هذا الجهاز خد بالك إن السؤال ده بيبقى مهم جدا بيديني وجهة لجهاز قياس وبيبقى مهم جدا إن أنا أكون حافظ الرموز اللي احنا اتكلمنا فيها فاكرين الجدول في الحلقة السابقة عملنا جدول وكتبنا فيه الرموز وكل رمز المصطلح بتاعه إيه وهنا الرمز ده معناه مثلا التثبيت للجهاز أو مجموعة رموز تدل على طريقة التثبيت ومجموعة رموز تدل على الكمية اللي هيقسها الجهاز ومجموعة للرموز أخرى تدل على نوع الكمية اللي هيقسها هل هي هتبقى بالطيار المتردد ولا مستمر كل الحاجات دي وكانان كان عندي حاجة مهمة جدا اللي هي درجة دقة الجهاز في القياس وكان عندي جهد الاختبار للجهاز لو بصينا على الشاشة اللي قدامنا أو على واجهة الجهاز اللي قدامي هلاقي إن ده جهاز قياس تناظري طبعا حضرتك هتكتب إن رقم واحد ده جهاز قياس تناظري أو بياني تعرفني نوع الجهاز الأول رقم اتنين هو الجهاز هيقس كمية كهربية نوعها إيه؟ اسمها إيه؟ تمام كده؟ هل هيقس أمبير ولا هيقس فولت ولا هيقس وات؟ يبقى برضو أبص على وجهة الجهاز أعرف من الرمز اللي موجود أعرف هو هيقس كمية إيه؟ وهل هو هيقسها بالطيار المتردد ولا بالمستمر؟ صح كده؟ تعال نشوف الشاشة بتاعتنا أو الوجهة الجهاز بتاعنا ونركز على كام نقطة محتاجين نقولها هنا الجهاز بيقول لي ميلي أمبير يعني هيقس معايا شدة الطيار وحتبقى وحدة القياس ميلي أمبير وقلنا رقم واحد بنكتب طبعا إن ده جهاز قياس تناظري أو بياني عندي رقم اتنين اللي على الشمال لوحدها دي رقم اتنين دي معناها دقة الجهاز تمام؟ والنجمة اللي موجودة النجمة دي معناها إنه جهاز قياس بملف متحرك وقلب حديدي وعندي حرف التيل مقلوب إنه ده جهاز بيثبت في وضع رأسي تمام؟ أو عمودي وعندي هنا النجمة اللي جواها رقم اتنين ده قيمة جهد الاختبار وقلنا الرقم اللي موجود جوه اضربه في ألف تمام؟ طيب في ألف ليه؟ هيبقى ده أقصى جهد اختبار الاتنين اللي موجود جوه دي معناها أقصى جهد اختبار ألفين فولت أو اتنين كيلو فولت تمام؟ يبقى كده قدرنا نقرأ الجهاز انت هتكتبهم في صورة عددية النقاطية اللي هي واحد اتنين تلاتة اربعة اكتب بيانات الجهاز اللي قدامك بحيث إنك تقدر تطلع بياناته كويس وده من خلال الجداول اللي احنا عرضناها مع بعض قبل كده بيجي سؤال تاني مهمة قوي في الامتحان يقولي ماذا تعني الرموز التالية الـ HZ واللقس أو الـ LX والـ M والـ R والـ F والـ V والـ C لو كلمنا بسرعة عن دول حنلاقي إن الرموز دي الـ HZ دي اختصار الهرتز ووحدة قياس التردد عندي الـ LX اختصار لكلمة لقس أو وحدة قياس شدة الضوء اللي هي اللقس عندي الـ LM اختصار لكلمة اليومن اللي هي وحدة قياس الفيض الضوئي اليومن عندي الـ R الريزيستنس أو المقاومة اختصار ريزيستنس أو رمز المقاومة الـ R اللي هي رمز المقاومة ووحدة قياسها القوم عندي الـ F والـ F ده هنا بقى الـ F دي أنا عندي والله رمزين يعني الرمز اللي هنا ممكن يبقى فراد وممكن يبقى ف اللي هو الفريكوانسي أو التردد ولكن هو هنا خد بالك هو اللي الرمز HZ يعني التردد أو زبزبة في الثانية لكن الـ F هنا هو الفراد طالما ماشيين دول كلهم وحدات قياس علشان ناخد بالنا ما نطلق بطش انت من الاول قلت ان دي وحدة قياس هيرتز صح كده أو زبزبة في الثانية وقلت ان دي لكس ودي اليومن ودي الـ R اللي هي الريزيستنس للأوم او وحدة قياسها الأوم الـ F هنا ممكن يبقى الفريكوانسي التردد ووحدة قياسه الهيرتز وممكن يبقى الفراد اللي هو سعة المكسف تمام كده ممكن يبقى الفراد اللي هو سعة المكسف وهنا عندي الـ V اللي هو الفولت واختصار كلمة فولت لقياس شدة او فرق الجهد وعندي الـ C اللي هو واحدة قياس الشحنة بكده نكون قلنا مجموعة من الأسئلة اللي من خلالها نقدر نلم مراجعة سريعة وكان معانا سؤالين ثلاثة كمان بس وقتنا انتهى معاكم بسرعة مجموعة الأسئلة دي أنا في انتظار الحل بتاعها على تعليقاتكم وعلى حلقاتنا وعلى قناة اليوتيوب تمنياتي لكم جميعا بدوام التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته